اشتباكة عنيفة على تخوم العاصمة طرابلس في هجوم وصف بالأخير طائرة عسكرية ليبية تخطئ وتخترق الحدود التونسية هل تختار بريطانيا الحل الديبلوماسي أن تفرض العقوبات على طهران مساء الخير وأهلا بكم عادت من جديد أصوات القذائف في ضواحي العاصمة طرابلس بعد ورود معلومات عن بدء قوات القيادة العامة هجومها الأخير لاقتحام المدينة مع أعلان غرفة عمليات القيادة العامة للجيش عن بدء الهجوم الأخير على طرابلس اشتدت المعارك على تخوم المدينة وأعلن الإعلام الحربية التابعة للقيادة العامة بأن قواته تتقدم بخطوات ثابتة وقوات الوفاق تتراجع أمام قوة النيران وذكرت أن قوات الوفاق قصفت صباحا أحياء مدنية في قصر بنغشير ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين من جهته قال المركز الإعلامي التابع لقوات حكومة الوفاق إن قواتها أفشلت تسلل قوات القيادة العامة في محور عنزارة ونجحت في تدمير دبابة وثلاثة آليات عسكرية فيما استهدف سلاح الجو التابع للوفاق دبابتين في محور النهر إلى ذلك هبطت طائرة عسكرية اضطراريا في مدينة تونسية وأفادت مصادر من مكان هبوط الطائرة أن الطيار ليبيا الجنسية ولا يعاني من إصابات وأن سبب الهبوط عطل في نظام تحديد المواقع ومن أبرز تطورات الاشتباكات طائرة عسكرية ليبيا تخطئ طريقها وتخترق الحدود التونسية التفاصيل في هذا التقرير تم صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف اتفت إلى اختراق طائرة حربية ليبيا للمجال التونسي بمنطقة بني غزال جنوب متنينة وبحسب آخر المعطيات فإن الطائرة للتدريب العسكرية ومن نوع آل تسعة وثلاثون محملة بقنابل اضطر قائدها وهو عقيد بالجيش الليبي إلى الهبوط اضطراريا بعد توجيه نداء استغاثة ووفق بلاغا لوزارة الدفاع التونسية فإن أولى تصريحات الطيارة أفادت بأنه اضطر للهبوط بالطراب التونسية جراء عطبا فنية وقد أجريت الأبحاث الأولية في شأن الطيار بمنطقة الحرص الوطني بمدنينة فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل الصورة القضائية والعسكرية بحكم طبيعة الطائرة وتحول عدد كبير من القوات الأمنية المشتركة وتم تتويق المكان ولا تزال الطائرة متواجدة بنفس المكان مراصلتنا حنن الروافي وفي نشرة سابقة من الدابليو تيفي تحدثت عن المعطيات الأخيرة في حادثة هبوط الطائرة الليبية على الحدود التونسية الطائرة الآن تم تتويقها من قبل وحدات الأمنية والعسكرية لنزع القنابل الموجودة بها أيضا فيما يخص الطيار فهو إلى حد الآن في وزارة الدفاع التي ستصرح أو ستقوم بتصريحات مع هذا الطيار لمعرفة سبب هبوطه الاضطراري بالتراب التونسي من الجنوب بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلابة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فيز السراج سبول وقف التصعيد العسكري في ليبيا والعودة للمصار السياسي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي كما في معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أوجدتها الاشتباكات العسكرية قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في مقابلة مع مجلة الوبوال فرنسية إنه لن يشارك في اللقاء المقرر عقده في بريس حول ليبيا والهجرة الذي دعت إليه فرنسا من جهة أخرى قررت الحكومة الإيطالية المشاركة في اجتماع بريس على مستوى الفنيين تابعينها لوزارة الداخلية فقط ولم يتوصل وزير الداخلية الفرنسية والإيطالية إلى أي توافق بشأن تعمل مع إشكالية الهجرة في البحر المتوسط الدكتورة هالا دياب وفي نشرة سابقة من الدابليو تيفي تحدثت عن أسباب عدم مشاركة إيطاليا في اللقاء الذي دعت إليه فرنسا حول ليبيا والهجرة في جنيوري أو في شهر الأول من العام الحالي قمت الوزير الداخلية ووزير الخارجية والحكومة الإيطالية باتهام فرنسا بأنها تقوم على بسبب دعمها لفصائل الحفتر في ليبيا أنها اتهمتها بأنها بسبب دعمها إلى هذه الفصائل أو إلى الحكومة في ليبيا أثر ذلك على الهجرة وزادة من ارتفاع هجرة الناس في أفريقيا وفي ليبيا إلى إيطاليا أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوار لوكوانتغ أنه لو لوجود القوات الفرنسية والأوروبية في دول ساحة لنهارة تلك البلدان التي ينمو فيها الإرهاب بشكل لا يمكن التحكم فيه وقد يمتد إلى فرنسا وأوروبا كلها كلام المسؤول الفرنسي جاء ردا على الانتقادات التي تناولت الدور الفرنسي في ليبيا والدول المجاورة حيث لفرنسا 4500 جندي في خمس دول في منطقة الساحل هي مالي والنيجر وبوركينافسو وتشاد وموريتانيا أعلنت منظمة رصد الجرائم الليبية الحقوقية أن تكرار عمليات الخطف والإخفاء القصري في شرق ليبيا والذي طال مدنيين كالنشطاء والإعلاميين والصحفيين والسياسيين يعد انتهاكا جسيما للحريات ولحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وطلبت المنظمة بالكشف عن مصير عضوة مجلس النواب سيهم سيرجيوا التي خطفت من منزلها في مدينة منغازي محملة قوات القيادة العامة مسؤولية سيرجيوا وكل المخطفين والمختفين قصرا وإخلاء سبيلهم فورا ذكر المجلس الأعلى لأمازيغي ليبيا أنه فوجئ بقرار الإفراج عن البغداد المحمودي أخي الرئيس للوزراء في نظام القذافي والمحكوم عليه بالأعدام لمساهمته بشكل مباشر في قمع الثورة 17 من فبراير وتحريدها على اقتحام مدينة زوارة وارتكاب جرائم حرب فيها وأكد المجلس أنه لن يعترف بقرار الإفراج الصحي معتبرا أن القرار جاء لأسباب سياسية ومخالفا للقانون الليبي دعيا في الوقت نفسه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية نتبع النشر بعد فاصل قصير وفيها طهران إعدامات وسجن مؤبد لـ 17 شخصا بتهمة التجسس أهلا بكم من جديد المواجهة لبريطانية الإيرانية تابع طهران تؤكد أن احتجاز الناقل لبريطانية إجراء قانوني وتطالب بالإفراج عن سفينتها في حين أن بريطانيا أعلنت عن خطة لتشكيل قوة حماية بقيادة أوروبية في الخليج فهل ستتم المقايدة؟ بريطانيا وإيران متعادلتان جريس وان مقابل ستين أمبيرو فمنذ أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في ماضيك هرموز تغير موقع طهران في عملية التفاوض والعمل على الإفراج عن ناقلتها التي احتجزت في جبل طارق وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن احتجاز ناقلة نفط بريطانية هو إجراء قانوني وضروري لضمان الأمن الإقليمي ودعا كل الدول التي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة بمطالبة بريطانيا بالإفراج عن الناقلة الإيرانية أيضا واعتبر ربيعي أن المقارنة بين عمليتي الاحتجاز أمر غير عادل مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتوقع البريطانيون أن إيران ستنصاع وستستسلم عندما يحتجزون سفينة إيرانية ويظهرون عدائية تجاه طهران كذلك أعلنت السفارة الإيرانية في الهند أن جميع أفراد طاقم ناقلة ستينا أمبيرو بصحة جيدة وما زالوا على متنها في المقابل تعقد لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية كوبرا اجتماعا برئاسة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي لبحث آخر التطورات في أزمة ناقلة النفط وأشارت البي بي سي إلى أن وزير الخارجي البريطاني جيريمي هانت قد يدفع باتجاه معالجة ديبلوماسية للموقف بدلا عن فرض عقوبات فورية على إيران إلى ذلك اتفق وزير الخارجي البريطاني مع ناظره الفرنسي جائيف لدريان والألماني هايكو ماس على أن العبور الأمن للسفن في مضيك هورموز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية مع التجديد على ضرورة تجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة وبين الموقف الإيراني والآخر البريطاني دخلت سلطنة عمان على خط الوساطة بين البلدين ويتوجه لهذه الغاية وزير الخارجي العماني يوسف بن علوي السبت المقبل إلى إيران لبحث التطورات في المنطقة في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين ألقت السلطات الإيرانية القبض على 17 شخصاً بتهمة التجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وأصدرت أحكام بالإعدام على بعضهم ألقت طهران القبض على 17 شخصاً بتهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصدرت أحكام بالإعدام على بعضهم حسب ما ذكرت وكالة أعلام إيرانية في حين لم يرد أي تعليق من المخابرات الأمريكية أو المسؤولين أمريكيين وذكر بيان لبزارة الاستخبارات في طهران أن الجواسيس كانوا يعملون في مراكز حساسة وحيوية في القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية والنوبية والعسكرية والفضاء الإلكتروني وقطاع البنية التحتية حيث جمعوا معلومات سرية وكانت إيران أعلنت في يونيو أنها فككت شبكة تجسس تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لكن لم يتضح ما إذا كانت تلك الأنباء مرتبطة بالقضية نفسها من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعلن إيران عن اعتقال الجواسيس غير صحيحة تماما كما رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهمات إيران مشيرا إلى أن النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب بعدما استبعدت الولايات المتحدة الأمريكية التركية من برنامج طائرات F-35 لا تزال أنقرة تراهن على الرئيس دونالد ترامب من أجل تجنب المزيد من العقوبات ويتزامن ذلك مع إعلان موسكو إجراء مفاوضات مع تركيا بشأن الإنتاج المشترك لمكونات S-400 أبدى وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو استياءه من الأراء المتباينة في واشنطن حول حيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه متأكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا لحياذتها المنظومة الروسية ورأى شويش أوغلو أن ترامب قادر على تعليق فرض عقوبات محتملة على تركيا لكنه أكد أنه في حال فرضت واشنطن عقوبات إضافية فأن تركيا سوف ترد في المقابل أعلن رئيس مؤسسات رستخ الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف أن تركيا مهتمة بأنظمة الدفاع الجوي الروسية من مختلف العيارات وبالأنظمة المضادة للدبابات كاشفا أن روسيا تجري مفاوضات مع تركيا بشأن الإنتاج المشترك لبعض مكونات منظوم الدفاع الجوي S-400 في تركيا أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو أنه لحاجة لمزيد من سفون التنقيب والحفر قبلة قبرص في الوقت الحالي في مؤشر على ردوخ أنقرة للعقوبات الأوروبية بهذا الخصوص مضيفا أن تركيا مستعدة لتعاون للوصول إلى حل للخلاف على موارد الطاقة في المنطقة وتأتي تصريحات أوغلو بعد أيام من تعليق الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي وكان الاتحاد قد أقر عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص رغم التحذيرات المتكررة قتل ما لا يقل عن 27 شخصا على الأقل في غارات جوية يعتقد أنها روسية على شمال غرب سوريا بينما تستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب عشرات بغارات جوية شنتها طائرات يعتقد أنها روسية وأخرى تابع للنظام السوري على سوق شعبي وأحياء سكانية في مدينة معارة النعمان في محافظة إدلب السورية وبلدات في ريف إدلب أما وزارة الدفاع الروسية فنفت أن تكون طائراتها هي التي شنت هذه الغارات على مدينة معارة النعمان الخضع لسيطرة المعارضة السورية وعلى الأثر أبلغ بابا فرانسيس السلطات السورية عن قلقه العميق على الوضع الإنساني للمدنيين في محافظة إدلب السورية وفق ما أعلن متحدث باسم الفاتيكان من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية شرق نهر الفرات إذا لم تتم إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها أنقرة متأملا في التوصل إلى اتفاق بعد محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص في سوريا جيمس جافري الذي يزور أنقرة سأل الكاتب الروسي فيتشيسلاف ماتوزوف في نشرة سابقة من الWTV عن مصدر الطائرات المسيرة التي تهاجم قاعدة حميميم مشيرا إلى أن الجيش السوري وروسيا هما بموقع صد الهجمات وليس الهجوم في إدلب في رئي الخبراء الروس يعتبرون أن حتى ليس تركيا المسؤولة على تزويد المقتلين نصرا وهي التحرير الشام أما مسادر الأسكرية الأمريكية في الدفة الشرقية لنحر فرات من هناك تصلوا السلاح وطائرات المسيرة ألا بأينا يأخذ الطائرات المسيرة رغم احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية بدأت إسرائيل هدم منازل قرب جدار عسكري على مشارف القدس في وقت يتحضر جاريت كوشنر مستشار البيت الأبيض لجولة شرق أوسطية جديدة مع بوزوغ الفجر بدأت قوات إسرائيلية هدم منازل قرب جدار عسكري على مشارف القدس وذلك رغم احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية ودخلت جرافات يرافقها مئة الجنود والشرطة الإسرائيلية بلدة سورباهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية والآن تنتهك هذه التصريح البناء ورخص البناء من قبل جيش الاحتلال هذا الجيش الذي لا يعير للقانون الدولي ولا القانون الإنساني ولا المعايير الأخلافية وأي اهتمام أو اي احترام فرنسا علقت على الأمر وأدانت هدم إسرائيل المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا وسيرأس جاريت كوشنر مستشار البيت الأبيض الكبير وفدا أمريكيا في جولة شرق أوسطية بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل صفقات القرن وتعليقا على خطة السلام قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر مشروعات تنمية بتمويل من الاستثمار الدولي مؤامرة خطيرة تهدف إلى القضاء على الهوية الفلسطينية بوساطة المال أكد رئيس حزب الأمة القومية في السودان الصادق المهدي ضرورة السعي لتحقيق سلام شامل وعادل في البلاد لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادي وأكد المهدي أنه لا مجال للقيم بالمحاصصة في المستقبل ويجب الإسراع بتحقيق الاستقرار السيادي في البلاد مشددا على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس السيادي والحكومة ورؤساء الولايات من الخبراء إلى ذلك ترجعت سلطات الإثيوبية بعد تدخل وسطاء من الاتحاد الإفريقي عن ترحيل زعيم حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم الذي طلب بمرجعة الاتفاق الموقع في السودان وتعديله مع اقتراب الانتخابات العامة في تونس نهاية العام الجاري يتصاعد الجدل حول دور مؤسسات سبر الأراء والاستطلاع في التأثير على خيارات الناخبين وبالتالي نتائج الانتخابات لها قدرة على دوجه الناخبين والتلاعب والتأثير في نواية التصويت الانتخابية هي تسميات وغيرها أطلقت على مؤسسات سبر الأراء في تونس وطالبا رافظوها بكمح جماحها خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا الحم كل يوم فيما أطراف والتي تظهر في نتائج سبر الأراء ما كانتش تظهر وملقينا حتى تفسير بعض الحركات الشعبوية بعض الأسمالية مش موجودة في الواقع معنى ما عنديش أحزاب وما عنديش ربما حتى رغبة لتكوين قائمات ونلقواها موجودة في سبر الأراء هذا اللي خلينا نشكوا في هاتي النتائج المعطيات التي تقدمها والأرقام التي تقدمها تحوم حولها العديد من الشكوك والتناقضات والتبدلات في فترات وجيزة هذا يعكس وضعها مؤسسة بالأراء مغالطة الرأي العام وتقديم نتائج غير حقيقية على الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي التونسي فرضية حذر منها البعض وطالبوا بأن تخضع هذه المؤسسات إلى قانون ينظمها ويراقب أدائها اقتداء بالهياكل العالمية نحن معها قانون نظم قبل تواجدها لا تجد قانون لا تجد قانون لا تجد بشكل دوري في وسائل الأعلام ورغم تكيد المهنيين خوضوع هياكلهم للرقابة الثاتية والتشكيك في منهجية عملهم يعد ضربا لنجاحهم فقد تعالت حيالهم التحذيرات وفي ذل غياب إطار تشريعي نظم القطاع رغم تقديم البرلمان مشروع قانون منذ 2011 ظل حبيسة لدرجة فقد أخذت هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعية البصرية إجراءات جسئية لمنع بث نتائج صبر الأراء خلال الحملة الانتخابية ضمانا لمصار انتخابي نزيه وشفاف قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 28 في انفجار قنبلة خارج فندق قرب المطار في العاصمة السومالية مقديشو حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى إلى إسقاط الحكومة السومالية المدعومة من الأمم المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وأفد شهود عيان بأن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار بعد مرور عشرة أيام أنهى نائب رئيس البرلمان الفينزولي إضربه عن الطعام من داخل السجن تزامناً مع ذلك تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفينزولا مع اتهام واشنطن كاركاس بمطاردة طائرة أمريكية تهمة وجهها الجيش الأمريكي إلى طائرة فينزولية مقاتلة بتتبع طائرة للبحرية الأمريكية بشكل عدواني فوق منطقة البحر الكريبي في مؤشر جديد على تزايد العداء بين البلدين الجانب الفينزولي له رواية أخرى للحادثة ويعتبر أن الولايات المتحدة دخلت المجال الجوي الفينزولي من دون إشعار مسبق قامت الطائرات الأمريكية بأكثر من سبعين عملية تواغل حتى الآن ضمن منطقاتنا هم يجهلون القانون الدولي ولا يطبقونه علماً أنه قانون سار على الجميع وعقب ذلك قال مستشار الأمن القوم الأمريكي جون بولتن أن إيران وحزب الله يدعمان ديكتاتورية الرئيس الفينزولي نيكولاس مادورو القائمة على القمع والتعذيب وقتل الأبنياء وتهديد أمن المنطقة بشكل مباشر وأضاف بولتن في تغريدة على تويتر سوف نستمر في فطح جهود مادورو وإيران المزعزعة للاستقرار في العالم الغربي من جهة أخرى أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن ثقة بلاده بقدرة السلطات الشرعية في فنزولا على التغلب على الصعوبات في البلاد ندعو واشنطن إلى الاعتراف بحق الدول في تقرير مصيرها واحترام سيادتها ومن العاصمة الفنزولية كاركاس أكادر يابكوف دعم روسيا الكامل لحكومة فنزولا ورئيسها نيكولاس مادورو في ختام جولتنا قضته إلى كل من الأرجنتين والإكوادور والمكسيك أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من سان سلفادور أن الولايات المتحدة ترغب في أن يبقى الناس في بلدانهم وإثر لقائه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلا أكد بومبيو أن التعاون بين الولايات المتحدة والسلفادور سيتعزز بكل الطرق من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وقبل مغادرة السلفادور وقع بومبيو اتفاقا لتأكد الحفاظ على القاعدة الجوية الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات قرب مطار أوسكار أرنولفو روميرو الدولي نتبع النشر بعد فاصل قصير وفيها حصانان يتجولان بين المسافرين في محطة للقطارات في باريس أهلا بكم من جديد تصدرت ليبيا مراكز متقدمة عالميا في عدد حوادث السير بعض من مسؤولية يتحمله المسؤولون لإهمالهم الطرقات والبعض الآخر يتحمله سائقون متهورون تصدرت ليبيا بحسب إحصاءات عالمية المرتبة الأولى في حوادث السير بدرنا توجهنا مباشرة لقسم المرور والترخيص لنفتح هذا الملف أغلب الحوادث نتيجة طبعا نتيجة السرعة نتيجة تعدم التقيد بالتعليمات نتيجة تعادلات السبقية أيضا الانتباع أثناء القيادة أثناء الاعداد للتقرير تصدفت مع أحد النجيين من حدث سير وقع بطريق الكورنيش أقول شوف السرعة متاع الشباب أنت التهور متاع الشباب خاصة في طريق الكورنيش أنا نصحهم بأن نخفف السرعة شوي متاحهم لأن أشوفهم قدامكم أمامكم السيارة شوفوا يعني الوضعية الحمد لله رب يعوضنا خير إن شاء الله التقرير الطبية تفيد بأن أغلب المتضررين تلقوا إصابات مباشرة في الرأس أغلب الإصابات كانت موجودة عندنا في الرقبة في الرأس والرقبة مع وجود بعض الحالات اللي فيها النزيف الداخلي وكذلك الكسور في الأطراف السفلة عدد الحالات في شهر ستة 21 حالة وشهر بداية النصف الأول من شهر سبعة و 31 حالة الحالات كانت ما بين متوسطة وبلغة الطريق والسيارة والسائق ثلاثة أسباب رئيسية لوقوع الحوادث وبما أن الطريق والسيارة لا يمكن ضبطهما يظل السائق هو آخر حل لإنقاذ الحياة لا تسرع اربط حزام الأمان واحترم قوانين المرهر إبراهيم غضبان دابليو تيفي درنا غادة ما يعبر المسافرون محطة القطرات مسرعين لكن هذه المرة استوقفهم مشهد ليس بعدي حيصان يتجولان بين المسافرين والجالسين في المقى شهدت محطة جاردوليست في باريس قصة هويام منولو وكمي على صهوة جواديهما وسط دهشة مئات المسافرين المشروع الذي هو جزء من سلسلة فعاليات ثقافية صيفية تنظمها العاصمة الفرنسية باريس وتهدف إلى استحضار المشاعر الغنية التي تحدث في محطات القطارات من لم شمل سعيد وانفصال مؤلم إن الأداء يهدف إلى تشجيع الجمهور على التعيش مع الطبيعة والإيمان بأحلام الطفولة هذا له تأثير أساسي على مستقبلنا إنه يتعلق بالتعيش مع الطبيعة والتعيش مع الحياة كم من القصص يمكن للمسافرين أن يروها لكن هذه القصة في محطة الشرق تشبه قصص الشرق النابعة من الخيال وإلى الأحوال الجوية مع نيرفانا مشاهدين الكرام مساء الخير عليكم تقص صيف حار يسيطر على أجوائنا نبدأ نشرتنا بشمال الغربي الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في شمال الشرقي السماء قليلة صحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي في جنوب الغربي السماء صافية إلى قليلة صحب ورياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في جنوب الشرقي السماء الصافية إلى ظهور بعض الصحب العابر أحيانا ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة ونتقل إلى المدن الليبية ونبدوها بترابلس فهي 31 زوارة 32 يفرن هي 36 غريان 34 الخمس هي 33 مستراتا 30 ونتقل إلى بنغازي فهي 31 جالو 38 أباري هي 40 سرت 31 سبها 39 وغات هي 41 وننتقل مشاهدين إلى العواصم العربية والأوروبية ونبدوها بالقاهرة فهي 38 تولس مشاهدين تسجل 34 أرباط هي 27 الجزائر 36 إسطنبول مشاهدين تسجل 29 عمان هي 36 بيروت تسجل 31 أذن مشاهدين هي 33 روما هي 36 ومن روما إلى ملتا تسجل 31 لندن هي 28 باريس 34 ومن باريس إلى موسكو تسجل 23 وأخيرا في واشنطن هي 29 وبذلك مشاهدين تنتهي نصرتنا الجوية إلى اللقاء في النهاية نذكركم بموقعنا الإلكتروني وسط دوتي في دومدوم بأمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر